موسيقى موسيقى صلى الله عليه وسلم طبعا كده ناس عدين أنا وجود معك جدا جدا وبالنمج عز الشباب ربنا يجعله دايما عزة كده ونصر دايما إن شاء الله الحقيقة الفكرة كنا بنتكلم يعني كان نحمد حبيبي طبعا فكنا بندبدش إحنا عدينا الفترات اللي فاتت دي بمراحل وما زلنا تكتلات بقى في كل التفاصيل سواء سياسيا وطبعا الانشغالات الغير عادية اللي في الشارع وده طبيعي لأن ده إحنا من حونة يعني على رأي حد يقول أول مرة حط صوتي وعرف أنه هيبقى لونتي يعني صوتي هيجيب أومة يعني فدي كانت ضغوطة مهمة جدا كذلك الضغوط الكتيرة جدا علينا في السنين أو في السنة ونص تحديدا اللي فاتوا خلوا الناس أو خلونا كلنا الكلام في السياسة دايما كلام صلب يعني ما فيهوش حادة العاطفة وما فيهوش طب معالشي وما فيهوش طبعات ديلي كله لعب سياسة وأنا عايز ده وأنا عايز ده كل ده خلينا في الآخر نصل لحال إحنا شعب مصر بطبيعته شعب عاطفي شوية أو الشعوب العربية عموما بتميل التدين بطبيعتها أو بفطرتها النقية أو السليمة يعني بحكم أن إحنا عرب أولا وأخيرا فبالتالي فكرت شوية مع الأحداث اللي بتحصل طبعا إليها لا تغيب عننا من رئيس مصر القادم وبكرة سوف يتم النتيجة والإعلان وهنقبل بالسندوق وإعلان دستوري مكملة لآخر التفاصيل اللي إحنا مش عايزين ناخد فوق أن كان الوقت ده يمكن وقتها ولكن خلينا نقول إحنا فكرتنا جات إزاي فإحنا قلنا طب يا جماعة إحنا بعد الكلام الكتير ده والمناوشات دي محتاجين نعمل السطوب شوية ونقيد إشارة حامرة كده طيب القلب ده إيه بقى يعني كل اللي فات ده تشغيل دماغ والناس عافة نام ويروح شغله طوله النهار بيتكلم في كذا واللي متعطل في شغله واللي عاوز مستوى أحسن واللي عاوز يعلم أولاده واللي عاوز يفكر في بكرة واللي عاوز يعمل مشاريع وليه أحد يساعده واللي خايف أن يجي البطس أو الظلم من جديد تاني فأصبح منظومات التفكير عندنا منحصرة في زوايا محددة وخالية تماما من الليونة أو المرونة أو نقول خالية من الروحانية أو الإيمانيات أو الرقائق فبالتالي لما رمضان بالوضع ده لو سيبنا نفسنا للأحداث حيجي رمضان كأن رمضان مجاش وقلبك مقفول قلبك بعيد قلبك مش مندمج فبالتالي عندنا مشاكل الأمر الأخطر من ده أن خلال السنة ونص اللي فاتوا وأنا بعتبر ده من عيوبنا كلنا أن احنا وضعنا ألف واحد زياد واحد بيساوي اتنين وكأننا يعني حاش الله طبعا كأننا شلنا ربنا سبحانه وتعالى من المعادلة بتاعتنا يعني عندنا انتخابات مجل الشعب أو عندنا انتخابات رئيس أو عندنا كذا هو ربنا مش كاتب أن فيه رئيس هيجي بالاسم ده كاتب طيب إذن الدعاء ينفع يا رب وقل علينا ما نوصلح ينفع آه ينفع طيب يعني أنا حط صوتي وقول يا رب استعانت بيك فما تخزلناش يا رب وقفقنا وصلح حالنا ينفع آه ينفع لا احنا ما لقيتش لسان الناس بتتكلم جدا لا بص حسابات بتقول والأرقام بتقول وتفاصيل بتقول وأصوات حمدين هتروح لي مش عارف مين بالضبط يعني طب يا جماعة وربنا فين طيب لذلك النتيجة الموجودة دلوقتي 13 مرين وشوية على حسب بعض الإحصائت أو 12 مرين وشوية إيه الأرقام دي صح بصي بقى بص على تفصيل الأولادية بتقول الفتوح هيروح لا تستوقفني في حاجة لأننا كلمت مع الناس كتير وكان دايما الكلمة الموجودة في كل حت اللي هو إيه ربنا يولي من يصلح أو الأصلح وفي نفس الوقت هو بيقول الدعاء ده بس هو حاطت واحد لا بالضبط مش إيه مش مسلم إنه هو خلاص دع الدعاء فربنا هيجيب له الأصلح حتى لو مش هو اللي عايزه لا يا غير كده كمان أنت من حقك تقول إن أنا في دماغي حد لأن الحسابات بتقول والتصورة بتقول إلى آخر بس أنا عايز أضيف إن كمية الضغوط اللي مرنا بها خلت القلب عمال يبهت ويضعف وللأسف الكلام بالطريقة دي أنت النهاردة الزوج وزوجته مختلفين مع بعض وممكن يزعوا مع بعض عشان قرار سياسي مثلا الأولاد مختلفين مع والدهم والزميل مع نفسهم تبتدخل صالون عند الحلاء مثلا يعني أو تيجي تشتري جورنال أو تروح حتى تلعب كورة أو حتى تتماشى في الشاحن تلاقي كله حتى لو أنت ركبت مقرباص كله بيكلم في كله فبالتالي المحصلة إن كله نازل شاحن ده أنا متغاز منه وده بيقول مش عارف إيه وأنا قضاء ضدي كل اللي إحنا أو ندى خلي بالك بقى تعالوا نصفها كده بمصفة تانية خلص تعالوا نقول عن زين نصفها بمصفة إيمانية شوية كم كلمة أنا عغلطت فيها فلان وكم كلمة أنا سخرت من فلان وكم كلمة أنا اتريأت على فلان وكم كلمة أنا اغتبت فلان وكم كلمة أنا جدبت فيها وكم كلمة أسة قلبي على واحد وكم كلمة سودت قلبي وكم كلمة خلتني أضغز من واحد وعايز أعمل فيه أي حاجة وكم كلمة خلتني وما أقولش الحق عشان أنا وجهة نظر كانت كده بس لم حد الحق أنا أنكرته وكم كلمة وكم كلمة الرئيس اللي جاي ولا المجلس العسكري ولا الإعلانة الدستوري ولا مجلس الشعب أنا اللي أخد فعلشان كده عايزين نقطة من أول السطر تعالوا يا جماعة نعيش في واقع بلدنا ونقول خلمة الحق بس مستعينين بالله سبحانه وتعالى وما ننساش رمضان اللي عملنا هيعملنا نقل أو طفرة كلنا محتاجين القلوب اللي جفت ونشفت ما فيهاش ميا ولا حاجة ترويها محتاجين رمضان كده كأنه أمطار جميلة أو بتنزل علينا هل إحنا محتاجين إحنا نبدأ من شهر قبلها نحضر نفسنا لرمضان أهمية الموضوع ده إنت قلت كلمة في الأول حلوة بتقول إن إحنا قلنا نبدأ قبل رمضان بشهر فعارف نبدأ حسيت إن إحنا بدر قوي ده إحنا مبادئين متأخر الصحابة قصة رمضان الله عليهم كان لما رمضان قبل رمضان من 6 شهور من 6 شهور اللهم بلغنا رمضان وبعد ما رمضان يخلص الله متقبل منا رمضان اللهم بلغنا رمضان هو ليه؟ علشان كده ده السؤال اللي إحنا جئين نجواب عنه هو ليه جماعة رمضان لهم مميزات إنت عارف ما تيجي تشتري مثلا ساعة أو موبايل أو عربية إنت بتشتري ويزدد اقتناعك بالحاجة دي بتحافظ عليها بمجرد إن إنت اقتنعت بالمميزات اللي جوه المنتج ده أنا مقتنع جدا بالساعة دي فلما اشتريها أنا مبسوط بيها وبستعمالها كواس قوي حافظ عليها كمان العربية دي أنا اشتريتين بيحبها جدا فاقوبشن كذا وكذا 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 ومقتنع بها جدا طب هما الصحابة ليه بيقولوا من قبلها بستة شهور رغم إن حياتهم خلي بالك مش بعيدة بقى عن السياسة ده عنده غزوة وعنده استفاقية وعنده معاهدة وعنده تجارة وعنده وظروف أصعب من اللي إحنا عايشين فيه فبالتالي كانوا للهما بلغنا رمضان أكيد هو شايف رمضان حاجات إحنا عايزين نشوفها علشان لما نيجي نقول قبل رمضان بشهرين وبتلاتة اللهم ما بلغنا رمضان نبقى إحنا وغنين بالنا إنما النهار الضالواقع بيقول إيه نطلع من صلاة العيشة الرؤية بتاعتنا كانت محددة بأغنية كده أقول لك رمضان جانا فأول ما تسمع رمضان جانا وانت طالع من صلاة العيشة هيبقى بكرة إيه رمضان طبعا رؤية العيد مختلفة جانا العيد يعني ده رمضان جانا والتنة جانا العيد فالرؤية هنا بتختلف بأغنية بكرة العيد طب الحاجة التانية إن إحنا بقى إذا نستعد رمضان من قبلها بخمس ست سبع تمن شهور ترقبوا في رمضان مسلسلات وبعدين إيه تشاهدون الآن التالي لاحقا وبعدين لاحقا تربية وبعدين لاحقا تكبص يا جماعة فانت هو فيه إيه طيب طب البرنامج الدينية طيب الجرعة الإيمانية لا ولا يا جماعة أصل انتوا عارفين البلد فيها ظروف أصل موسم أصل موسم طيب ماشي طب والدين الأصل بتاعنا فين يعني حتى انت بتعمل كل إليه طب حط حسن يا جماعة ومعارف اللي خلي فيك وازن طيب يا عم بلاشت وازن حط حتة خير كده يمكن تيجي منك كمان يعني يعني عارف حط حتة إيه يعني عارف اللي هو كانت 12 كيلو 12 كيلو بسبوسة وحدة الإشطة حط حتة الإشطة جماعة 12 كيلو عارف اللي هي فبالتالي من هنا لقينا أن الظروف والواقع سواء على المستوى السيئاسي والفكري والاقتصادي إلى آخره على مستوى الإعلام كمان على مستوىنا الشخص ما نتكلمش أن هذا في رمضان ما نتكلم في حاجات تانية فلاقينا أن القلوب محتاجة تشرب شوية مية نضاف بعدين بقى عن جو الكلام الكتير والجدال العقيم والذنوب الكتيرة والنظرات الحرام آه دا احنا محتاجين نفكر شوية طب هو ايه رمضان ايه موضوع رمضان يعني علشان كده احنا جايين نقول يا جماعة احنا ما بدأناش بقدري احنا متأخرين احنا عايزين نقول ان نفاضل 30 يوم عايزين نقول احنا بكرة ان شاء الله هيبقى اول يوم في شعبان فعايزين نقول ان شاء الله بإذن الله عايزين نعمل نقلة يعني عايزين ايه ناخد حركة كده نعرف بزبط لما ندخل رمضان ولكنا ايه حاول اختم القرآن او اختم مرتين فاول يوم في رمضان يبدأ عارف العجلة بدأت تدور فعلى ما يجي رمضان يخلص تقولك ده انا كان نفس اكمل والاعتكاف ومش عايز اروح طب ما تيجي نبدأ من دلوقات بحسن بداخل رمضان جهزين كده او عايزين نبدأ نعرف ايه الاستعدادات يعني هنبدأ من ان شاء الله من النهاردة كمان هنبدأ طبعا لازم نحط حالة نستنى بقى بكرة واحد لا لا مش عامل فمن النهاردة ايه هي الخطة وازاي نبدأ فيها خطر بزر رمضان يعني كمشروع تعالوا نعتبر رمضان مشروع المشروع ده له ابعاد ابعاد يعني تعالوا نشوف اي مشروع انا بدخله انا عند اربع سئلة لازم اجاوب انا عاوز ايه منه ايه الجوان مميز ان انا هشتري المشروع ده او هشتريك فيه رقم اتين انا عايز اتغير في رمضان احنا كنا عايزين نتغير عايز اتغير في رمضان طبعا طيب سواني بقى هتعمل ليه عشان تتغير تعالوا نحط خطوط عريضة نتغير يعني لو عملناها نتغير طب ثلاثة هو انا هتساب عادي كده ولا لو انا عايز اتغير في مقاومة في مقاومة المقاومة دي اللي هي العقبات اللي بتعطرني كل رمضان منها صحبة سيئة منها مش عارف ايه منها ايه يبا اذا المحتاجين انت عايز ايه من رمضان هتتغير طبعا هتتغير طب نتغير ازاي رقم ثلاثة ايه العقبات اللي في حياتي هتعطرني في رمضان طب تعالوا نتكلم فيها ونعالجها من دلوقتي عشان يبقى مسكينها في ايدينا رقم اربعة ودي مهمة جدا الخطة بقى انا خلاص عرفت انا عايز ايه وهتغير ازاي وعقبات اللي قدام عينيه طب الخطة هكمل في رمضان ازاي وبعد رمضان ازاي ودرع مهم جدا طبعا ده دين دين خلي بالك علامات قبول رمضان بعد ما رمضان يخلص يعني اول فجر بتاع ليلة العيد الصبح ده انت فين انا نمت ليه رمضان خلص لا 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 لسه مخلص ده علامات قبول من علامات قبول الطاعة او الحسنة الحسنة والطاعة التي بعدها يعني رمضان كلنا بنصوم ونصلي يعني طب علامة القبول امت بعد رمضان مسجد قال لي ليه طب الناس رحت فين ها يبقى ده علامة قبول علشان كده المشكلة اللي احنا بنعاني منها في رمضان هي ان احنا احيانا لم نتبعش اسلوب علمي علمي واضح في كيف نتعامل مع رمضان ايه الكلام اللي انا بقوله الانسان مننا كلنا كل انسان ربنا عز وجل خلقه ربنا اداله تركيبة من ربع حاجات اداله افكاره واداله احساسه واداله القيم اللي في حياته توصل لأفكار قوية احساسي يتحرك معاها ان انا عندي همة وعزيمة ومش هفرط فيها اصبحت الافكار مع الاحاسيس بتمثل قيم عمري مجد مثلا كذا اخر حاجة اوصل بها ان انا سلوك هيتغير احنا عملين نركز على ايه على السلوك من غير مغير التلاتة دول لما غيرتش التلاتة دول السلوك يعتبر فهو ده اللي احنا هزينا نتكلم عنه خلينا طيب نبتدي يعني احنا هنبدأ نحط الفرشة الاساسية كده بزبط فانت قلت الاربع خطوات دول ناخد ناخد قولهم تانية طبعا عايزين ايه من رمضان هنعملها ازاي يعني ان نقعد نمسك بقى ورقة وقلم ونزعين ننفذ تعالوا نهارده نتفع على حاجتين احنا عايزين ايه من رمضان هنقول عايزين حاجة وهنعمل حاجة يعني عشان نكون عملين احنا مش هنيجي نتكلم فقط احنا جايين نحط خريطة خريطة القبول ان شاء الله في رمضان زي ما سيدنا انس ابن النضر كده غاب عن غزوة بدر فجيب في غزوة احد قال والله لا يريان الله ما اصنع يا رب ان شاء الله لو انا حييت لغزوة تانية هتشوف من صنيع ما حصلش احنا عايزين نرفع الرأي دي دي مهمة جدا حاجة اللي هي مهمة جدا انت هتساب رمضان ازاي رمضان ده ضيف ضيف غالي قوي من عند ربنا عز وجل والصحابة بيستقبلوه بيتجهزوا البيت والقلب اللي هو بيدخل فيه من قبلها بستة شهور احنا قدامنا شهر عايزين نلحق نجاهز للضيف الغالي قوي ده طيب تعالوا نقول ميزة احنا عايزيني من رمضان هناخد ميزة حلوة قوي 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 وناخد مشروع صغير نحاول نعمله لحد الحلقة اللي جاي الميزة اللي هنا ايه سيدنا طلحة بن عباد الله من الصحابة فسيدنا طلحة فيهم من الايام كان عارف اتنين اسلموا فيهم واحد فلما اسلموا فيهم واحد واحد منهم مكتهد جدا في العبادة والتاني مقصر يعني مش مكتهد زيه فحصلت غزوة فالمكتهد جدا في العبادة دخل الغزوة ومات شهيد سهل ده ده مات شهيد والتاني عاش بعده سنة وبعدين مات فسيدنا طلحة بن عباد الله كان بيحب الاتنين قوي كان اصحابه ففي رؤية نايم شاف رؤية الرؤية دي بتقول ايه بتقول حلمت ان انا وقف عند باب الجنة وبعدين لقيت ملك من الملائكة بينادي كان فيه صوت بينادي فلان يدخل الجنة فلان ده اللي هو عاش بعده سنة الاخ الثاني المقصر اللي عاش سنة بعده فلان يدخل الجنة وبعدين استنى شوية فلان اللي مات شهيد فلان الفلان يدخل الجنة فبيقوله طب وانا قاله لم يأتي دورك بعد انت لسه فطلح ابن عباد اللي امن انه مفزوع الرجل ده مكتهد في الطاعة ومات شهيد والتاني مقصر وعاش بعده بسنة ومات فمات في بيته فدخل قبله الجنة فسنة طلح الموضوع عارف شغله فكل ما قابل صحابي يحكيله يا جماعة ده الحديثة في الصحيح يا جماعة ده حصل كازئ طب اخنعوني ان ده يجي ملاب على الشي مش لاعب عارب دي مش ممكن فالصحابي اكتماع طب تعالوا نروح للنبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا يا رسول الله هنحكي لك وانت قل لنا بقى احنا عارف ايه انا فاط بيها الكيل انا مفيهم حاجة فالمهم مراحوا لنبي صلى الله عليه وسلم هم كلهم مستغربين جدا الموقف يعني مش تدخل دماغهم يمكن نبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا طالحة يعني اتغث احلام او حاجة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا حلمت ان فيه واحد مكتهد جدا في الطاع ومات شهيد والتاني مقصر وعاش بعده سنة فده دخل الجنة قبل ده طب اي ازاي فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن اي ذلك تعجبون فالهو كمان موضحة كده يعني اه يعني من اي ذلك تعجبون احنا كلنا جماعة مش فهمين حاجة ولا فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا طالح عادل القصة تاني فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤال قال اوليس قد مكث بعده سنة مش هو عاش بعده سنة قال له اوليس وعاش بعده سنة بس التاني مات شهيد قال وصلى فيها وصام من كذا وكذا ركعة مش قاعد طول السنة دي صلى ويصوق يعني عمل حاجات قال انا طيب ما دي حاجات عادية بس الحاجات دي تسبق الشهيد مستحيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة السر قال وادرك رمضان فعرف لما اقول كل صحيح عارف عارف لما تبقى تتكلم في موضوع وحد يجيب لك التايها فانت عارف الحرجة بتاعتنا دي وادرك رمضان فكل الصحابة يبص لبعض فصام فيه وصلى اه هو ادرك بص كل ماك اللي فات عادي اي 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 صح رمضان وادرك game قالوا بلى اه صح ادرك قال فما بينهما في الجنة ابعدوا مما بين السماء والارض ده درجة اللي دخل عليه رمضان وعبد ربنا في رمضان سبق الشهيد في الجنة سبق الشهيد بنص الحديث يعني نبي صلى الله عليه وسلم الصحيح سبق الشهيد في الجنة مش بدرجة صغيرة ده الدرجة دي ما بين الارض والسماء اي 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 موضوع عشان كده الصحابة يقول لك اللهم اسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبل يا رب الدهولي خده مني مقبول كم واحد مننا النهارده إحنا بنتكلم عاوز يسبق الشهيد في الجنة مش عايزين هو إنت عاوز يسبق الشهيد اوعى رمضان يضيع كلمة أدرك مش عارفة رمضان ولا عاش رمضان أدرك الإدراك أعلى من المعرفة أنا عرفت أنا عرفت معلومة بس أنت مدركها حتى أقول لك أنت مدرك اللي أنت بتقوله أنا أدركت رمضان عرفته وعرفته مميزاته وأدركته فلما أدرك افعل. انا قد ادركت وفعلت. فاحنا عرفنا ان رمضان بيعاليني قوي عن الشهيد كمان في الجنة. ده غير كده بقى. لو ده بنكلم في سنة. يعني انت خالد سبحان الله لو كل سنة انت كمان. بنتكلم في رمضان فرق. فرمضان فرق سبق الشهيد. طب انت كم رمضان عدى عليك. عايزين رمضان اللي جاي ده يكون جديد. شريف خلينا بنقول برضو الواجب تاني النهاردة. لان احنا الوقت هنعمل ايه الحلقة الجاية وردو يفيه شوية اشتياق. طب حلو جدا. يبقى احنا النهاردة قلنا عندنا عايزين ايما رمضان عايزين نسبة الشهيد في الجنة. رمضان اللي جاي ده يبقى رمضان كانه اول رمضان في حياتي. من النهاردة مشروع صغير جدا. حدعي ربنا عز وجل ان يسلمني رمضان ويتسلمهم مني متقبلة. وهنعمل مشروع قد كده لحد الحلقة اللي جاي. صغير جدا. المشروع ده اسمه ساعة بلا ذنب. ايه ساعة بلا ذنب ده. تيجوا من النهاردة. نقول يا جماعة من خمسة لستة. خلاص. مش هعمل معصاية. انا محدد وقت. بسيوع اكون نايم. يعني انا داخل امام يا جماعة. يبقى الشباب بيحذروا. انا داخل امام يا جماعة. فده من النهاردة هتوروا قلم. وقول ساعة بلا ذنب. انا هتحدد من دلوقتي. من تسعة لعشر. ان شاء الله بإذن الله يا رب في الساعة دي عمري ما هعمل فيها اي ذنب. لو حد دايقني هستحمل. لو ابني زعلني مش هرد عليه. لو فلان اغتبني او هسامحه. خلال الساعة دي. اغض بصري. اغض بصري. اغض سمعي. احفظ لساني. كله. لا طعم حلووي. ساعة بلا ذنب. خلي بالك. هنمشي على الاسبوع ده. يعني عايزين الحلقة اللي جاية. يا حبيبنا اللي بيتفرج علينا قصدقانا يكلمونا. يقولون احنا عدنا السبعة ايام دول او ست ايام دول. عملنا ست ساعة بلا ذنب. كل يوم ساعة بلا ذنب. اوعى حد تقع. انتوا خبا. يبقى احنا انتفقنا. عايزين الناس بقى الشهيد في رمضان. وندعي يا رب سلم لرمضان. خلي بالكو. مش كلنا حدرك رمضان اللي جاي. ممكن الناس كتير قوي تموت. فهتقول حرم رمضان. فربنا ما يحلناش من رمضان. والقبول فيه. الحاجة التانية ساعة بلا ذنب. عايزين المرة اللي جاي واحنا عاديين ان شاء الله. يبقى عندنا ست ساعات ده واجب علي وعليك. عشان يبقى احنا عمليين قدام ال سبعة بالنهاردة كمان. سبعة بالنهاردة. انا مثلا من كذا لكذا. وتقالوا نحدد يوم. يعني من وقت. من تسعة لعشرة. ليه برامج التوكشول احنا بقى فيها كل البهارات بتاعت اليوم. فمن تسعة لعشرة ساعة بلا ذنب. ان شاء الله بإذن الله يا رب بقى عندنا ان الساعة دي ان شاء الله مش هنعمل فيها اي ذنب. ونجرب كده نشوف طعم الحياة بلا ذنب وبعد نزاوي ان شاء الله. اول درس شريف بشكرك طبعا جدا. اول درس يا شباب سهل قوي. ساعة في اليوم ما اعتقدش انها معضلة كبيرة جدا. سكنش نايم. من تسعة لعشرة ما نبقاش نايمين. انا بتاعتني كمان لو الظهرية يبقى ايه فيه اختبار اصعب شوية الواحد يبقى. والله يبقى بص يا كل واحد ان شاء الله. ان شاء الله شريف بشكرك جدا. ان شاء الله شباب هنكمل الرحلة بتاعتنا لغاية شهر رمضان العظيم. 30 يوم خلاص هانت. وهيبدأ شهر رمضان. فيا رب يا رب ساعة واحدة تبقى بداية تغيير حياتنا في رمضان الجاي. بشكركوا جدا. وبشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بكرا ان شاء الله يوم جديد وحلقة جديدة من عز الشباب. استنونا.